السلام عليكم صباح الخير النهاردة الفيديو رقم ستة في سلسلتنا الجديدة اللي قلنا بدأناها الاسبوع اللي فات اعمل الصح ومقسمينها دروس كده حياتية لحاجات ليه علاقة بتهديب النفس تهديب العقل وطريقة التفكير وتهديب التصرفات النهاردة عايزين نتكلم في تهديب النفس يعني الموضوع بعنوان تطوير النفس وتحسين نفسك وتكبر وتعقل وتتحسن دماغك تكبر كل الحاجات اللي تسميها بقى بأي مسام عايز تسميك عاملة زي العلاج الطبيعي ليه عاملة زي العلاج الطبيعي علشان العلاج الطبيعي دايما بيبقى فيه ألم يعني هو انت بتتعالج بس المعالج بيبقى عارف فين الحتة المكسورة فين الحتة الضعيفة فين العضلة اللي فيها ضمور فين الحتة اللي قدر واكن فيها حدثة فين الحتة اللي محتاجة يتركز عليها يتضغط عليها بطريقة صحية علشان آآ تتعلم وعلشان تضطر تستخدمها ولما بتضطر تستخدمها علشان هي كانت ضعيفة وكانت مصابة وفيها حاجة بتحس بألم بس هو ده الألم اللي بيوصل ليه النمو والتطور والتحسين فهو نفس الطريقة برضو ان ان لما نيجي نقول عايزين نشتغل على نفسنا المسألة مش مسألة ان انا اتخرجت المسألة مش مسألة ان انا اقرأ كتب في الامور التكنيكال بس يعني مهارات البيع الام بي اي مهارات التسويق اقرأ حاجة في البرمجة اقرأ حاجة في الهندسة الامور مش بس ان انا اقرأ واعرف في المجال بتاعي وده جزء من الجروث فيه ان انا مخ يجبر الكاباسيتي بتاعتي توسع ان انا مخ يبقى عنده قدرة انه يستوعب افكار مختلفة واللي كنا نقول في فيديو من البيضات اللي باتت المقولة بتاعت ارسته اللي هي The mark of an educated mind is the ability to entertain an idea without having to accept it or reject it علامة العقل المتعلم قدرته على انه يتعامل مع فكرة جديدة مع اي فكرة من غير ما يضطر يقبلها او يرفضها الحاجات دي كلها علشان تعملها هتتعم عشان تواجه معتقداتك القديمة الراسخة اللي هو لا انا عارف انا عارف كده طول عمري عايشة كده انتو غلط اكيد طبعا يعني ايه اللي انتو بتقولو ده عشان تبتدي تقبل ان ايه؟ ده انا احتمال اكون غلط ده انا احتمال اكون مفكر غلط ده انا مبادئ ممكن تكون قد مش صح ده انا كان منظوري ديق ده انا كان منظوري ديق الحاجات دي كلها عشان تبتدي تواجه نفسك وتشتغل عليها هتحتاج ألم هيبقى فيها pain علشان تبتديت جوه نفسك وتكتشف ان انت مانتج طيب وحلو وجميل كما كنت تفاكر ان مش كل الناس ظلمك انت نفسك برضو انت بتبقى ظالم ان مش كل الظروف حواليك هي اللي وحشة انت اللي كنت حاططت نفسك في الموقف ده يعني ايه انا اللي مسبب لنفس الموقف الصعب اللي انا فيه؟ اه واه لاو عشان كده قلنا برضو فيديو من اللي فاته اهمية الكاركتر الشخصية الطبع الاخلاق اللي هي اهمها الشجاعة والجرء على انك تبص الجوه وتكتشف السواد اللي ممكن يبقى موجود او البوزان اللي ممكن يبقى موجود اللي يبقى محتاج علاج طبيعي يعني اللي بيبقى محتاج شغل الشغل هيبقى فيه بعض الالم فده كان الموضوع بتاعنا النهاردة يا رب يكون اعجبكو ان شاء الله اشوفكو بكرا في الفيديو رقم سبعة من اعمل الصحيح مع السلام